عندنا لو حنتكلم احنا بجد يعني حقول ما شاء الله بقى الحاجات دي بتتحسد بس عندنا سكواد عظيم تفعلا نقدر نلعب وننافس في خمس بطولات كمان ونفسي كده كمان مع بداية العالم ان شاء الله العام يعني اللي جاي اشوف الاهلي كده برضو في مكان تاني ونتكلم في نهائي بقى المونديال بس يكون اكيد ده تشارسي هو الطرف التاني وما يقابلناش بقى بنتكلم في الدور قبل النهائي لا احنا يا جماعة يعني عايزين نقابله في النهائي ان شاء الله واحنا نقدر وقدها زي ما بنتكلم والواقع والتاريخ هو برضو اللي بيكلم مش احنا بس علشان بنشجع النادي الاهلي او بنحب النادي الاهلي احنا عندنا تاريخ بنتكلم على اساسه بهذه الثقة يعني حاجة عظيمة بجد انك تكون اهلاوي وشوف الاهلي كمان ووصل لأي طموحات او وصلنا لأي طموحات وعلى فكرة النادي الاهلي هو اللي بيعلي طموحاتنا يعني انت بتوصل وبعدين ايه تحس ان انت عايز الاحسن واحنا كجمهير عايزين منك الاحسن متوقعين منك الافضل ده يحصل وبنتكلم كمان عن مواجهة هنا يعني تحديدا واحد من اقوى فرق العالم يعني في الوقت الحالي ولو هنتكلم برضو عن مدربه العالمي توماس طاقل وعنده مهاجم 800 مليون دولار يا كريم انت بتحب الارقام الله ما صلع النادي لوكاكو الله ما صلع النادي ولعب كمان مرشح ان هو يكسب البالوندوري الايطالي فيعني حاجة اكيد عظمة واحنا ان شاء الله نكون ادها لان فيه ناس تقولك معقولة اه معقولة بتحصل على فكرة وحصلت قبل كده وان شاء الله يبقى فيه امل في اللي جاي كمان احسن باللي فات